اسأل خبيري اليوم بده تعرفنا اكتر عن خلطة جديدة متعارف عليها بتخفيف الوزن واللي هي الخل واللمون هل شرب الخل واللمون رح يساعدنا بتخفيف الوزن او لا اللمون والخل شوفي الخل عنده اللي عنده معدة كويسة ممكن يصبت من الدهون الريق اللي ما بيقدرش ياخده على الريق صعب الليمون والخير ممكن بحرق الدهون بيساعدوا على حرق الدهون طبعا الليمون والخل بنحفو طبعا جربت انا مرة بس ما قدرت له صراحة الليمون مع الخل انه نضوبه بالمية وما قدرت لهش والليمون والخل بنحفو كمان اوه كل هاي الليمون وخل وزنجبيل كل هاي اشياء بتنحفش لحالها لازم واحد يخفف اكل بعض الابحاث لأت انه تناول الخل مع اللمون مع المي ممكن انه يساعد بتخفيف الوزن والسبب انه في عنا باللمون حمض اسمه استريك اسيد وبي الخل اسمه الاسيتك اسيد ممكن انهم يساعدوا بتخفيف الوزن لكن هل قتبتت هاي لا وبالتالي برضه ما رح تساعدنا هاي الخلطة بتخفيف الوزن لكن في بعض الابحاث كمان قالت انه الخل ممكن يساعد الاشخاص اللي عندهم سكري بتخفيف من ارتفاع السكر بالدم بفترة بسيطة يعني اذا مثلا تناولنا وجبة وكان معها تناول بعض الخل زي بالسلطة ممكن انه ما يرفع المؤشر لجليسيمي بسرعة وبالتالي بيساعد بتخفيف من ارتفاع السكر للاشخاص اللي عندهم سكري بعض الاشخاص كمان لاحظوا انه اذا تناولوا او اذا شربوا الخل مع اللمون مع المي ممكن انه يعطيهم شعور بالشبع لفترة اطول وبالتالي ما يخليهم يتناولوا الطعام بكميات كتير كبيرة فهي فينا نقول انها نفسيا ممكن تساعد لكنها فعليا ما رح تساعد بتخفيف الوزن وكمان منقول لازم ننتبه كتير من شرب الخل واللمون بكميات كتير كبيرة او اذا شربناها بدون مي لانه بالمدة طويلة ممكن انه يأثر على كتافة العدم وبرضه ممكن يأثر من يقلل من مستوى البوتاسيوم وبرضه بيعمل حرقة بالحلق بالتالي مش رح يكون مستحب انه نحنا نتناوله لفترات كتير طويلة ومنرجع مرة تانية منقول انه الطريقة الوحيدة لتخفيف الوزن مش اي خلطات انما فقط اتباع نظام غدائي صحي وزيادة النشاط البدني اشتركوا في القناة